شريان الاقتصاد العراقي والمنحة الربانية التي يحسد عليها وهي ذاتها التي جلبت على العراقيين مع أسباب أخرى ويلات الحرب على يد الأمريكيين وحلفائهم الطامعين بالنفط طوال السنوات الماضية لم يرى العراقيون شيئا من عائدات النفط المليارية سوى تضخم امبراطوريات المال والسلاح أمام أعينهم فوق عراق متخم بالأزمات ويضيق بمؤسسات ودوائر ينعدم فيها مفهوم الدولة أولى درجات سلم الفساد الحكومي في قطاع النفط تمثل بجولات تراخيص غامضة للشركات النفطية التي وضعت بدورها العراق رهينا للعقود الموقعة مع الشركات كونها اعتمدت على عائد ثابت ولم تأخذ بالحسبان تقلبات أسعار النفط ما كلف البلد مليارات الدولارات حتى طالب النائب كاظم الصياد بإعدام وزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني أمام الملأ بسبب حجم الفساد المقترن بعقود الشركات الأجنبية ليكون عبرة لغيره الصياد قال إن سرقة النفط تتم باتفاق سياسي وتوافق شخصي في عموم محافظات العراق ومن جميع المنافذ الحدودية لا سيما البصرها التي تقوم على نفطها الغزير شركة سومو التي اتهمها النائب بها الدين النوري بالفساد كحال بقية الشركات النفطية العاملة في العراق لا ينتهي حبل الفساد عند الشركات والعقود فحسب بل يصل إلى عمليات تهريب منظمة تديرها ميليشيات متنفذة في الموصل بمعدل وصل لمئة صهريج يوميا تصل إلى إيران بحسب النائب عن نينوى أحمد الجبوري رئيس لجنة الأمن والدفاع السابق في البرلمان حاكم الزاملي أكد أن جهات سياسية تتستر على عمليات التهريب كما أن الجهات الأمنية التي تحرس مناطق النفط متورطة أيضا في عمليات التهريب وزير النفط الحالي ثامر الغضبان توعد بفتح كل الملفات وإحالة المنجز منها إلى النزاهة لكن من يثق بكلام وزير هو نفسه متهم بالفساد على وفق ما أكده نواب في البرلمان الذي تتستر كتله السياسية على فساد عصاباتها وهكذا تجدر حلقات الفساد نفسها في العراق منذ 16 سنة